اليوم سنتكلم عن تصريف الفعلين يكماك اللي هو الهدم ويكماك اللي هو الغسل في الفيديو السابق تكلمت عن الفعل يكماك فتلخطت الأمور فأقولكم وقلت أنه لم تفرقوا مع بين تصريف الفعلين يكماك ويكماك فقررت أني نشرح لكم هذا الشيء بالتفصيل وهو الشيء بسيط وسهل جدا فقط عليكم تركيز ركزوا معي الآن ونصيح أنكم تدمنوا المعلومات اللي أقولكم عليها حتى ترسخ في أذهانكم قبل تصريف أي فعل يكون عندي مصدر فمثلا يكماك اللي هي الهدم هنا رأي مصدر فلما أريد تصريفها مع أي زمن كان نحذف ماك يبقى لي جذر الفعل يك حتى يكون حاضر للتصريف عندي أيضا المصدر يكماك نحذف لو ماك حتى يبقى لي جذر الفعل يكا حتى يكون حاضر للتصريف إذن أصبح عندي الجذر يك ويكا الآن رح نصرف هذا الفعلين مع الزمن الحاضر رح نشوف تركيبته يتكون الفعل في الحاضر من جذر الفعل اللي تكلمنا عليه الآن نبقى فقط معه يكماك يتكون من جذر الفعل اللي هو يك زائد حرف صوتي رباعي زائد لاحقة الزمن الحاضر اللي هي يور زائد لاحقة الضمير الآن رح نركبوه مع بعض رح نبدأ لكم من الأول وبالتفصيل سوف نضع الآن جذر الفعل يك الحرف الصوتي الرباعي رح نبحث عن الحرف الصوتي الرباعي المناسب رح نشوف في قاعدة التوافق الصوتي الرباعي رح نلاقي أنه سوف نضع يك الآن نضع لاحقة الزمن الحاضر يور تصبح يكيور يكيور نراهي مع ضمير أو فمثلا نقول أن نصرفه مع بان تصبح بان يكيورم بان يكيورم سان يكيوصون أو يكيو هذا كان بالنسبة للتصريف الفعل يكي مك في الحاضر الآن رح نشوف الفعل يكي مك ورح نشوف مع بعض لماذا أصبحوا متشابهين في التصريف هنا ركزوا معي جيدا أول شي نضع جذر الفعل جيد وضع نيكا هذه جذر الفعل ثاني شي نضع حرف صوتي رباعي متى نضع حرف صوتي رباعي؟ في حالة ما إذا جذر الفعل انتهى بحرف ساكن هنا نضع حرف صوتي رباعي لكن في هذا الحالة جذر الفعل انتهى بحرف صوتي واللي هو حرف آ لكن كما نعلم انه لا يمكننا أن نضع أي حرف صوتي مع الأحرف الصوتي الرباعية قبل اللاحقة يور بك لو كان عندي مصادر التالية يورو مك ويو مك وكو مك ونحذف لهم مك ومك رح يبقى لي يورو ويو أوكو وإذا لاحظتم أن كل هذا الأفعال انتهت بحرف صوتي لكن هذا الحرف الصوتي هو رباعي فمباشرة نضع لاحقة الزمن اللي هي يور فنقول يوريو أويو أوكيو إلى آخره أما بالنسبة للأفعال التالية ويوجد أفعال كثيرة منها نحذف لها مك ومك يبقى أنها إذا لاحظتم أن كل هذا الأفعال انتهت بحرف صوتي لكن هل هو رباعي؟ طبعا لا إذا يجب علينا أن نغير هذا الصوت أو هذا الحرف الصوتي إلى حرف صوتي رباعي باستخدام طبعا قاعدة توافق الصوتي الرباعي نرجع مرة ثانية لجذر الفعل يكا قلت أنه لازم نحول حرف أ إلى حرف صوتي رباعي كيف نرجع القاعدة التوافق الصوتي الرباعي؟ رح تعطيني حرف أ فتصبح يكا هنا حتى لو كان جذر الفعل أو هذا حرف أ هو من أصل جذر الفعل لكن لازم نحوله هذه بالنسبة فقط قلت فقط في الحاذر لأنه قبل لاحق يور لازم يأتي حرف صوتي رباعي ليس أي حرف صوتي إذن أصبحت يكا نضع يور تصبح يكيو زائد لاحقة الضمير نقول نصرفه مع بان تصبح يكيوروم معلومة أخرى هي أنه لما نريد تغيير الحرف الصوتي إلى حرف صوتي رباعي لا ننظر إلى الحرف الصوتي اللي رايح نغيره نشوف الحرف الصوتي اللي قبله مثلا عندي الفعل أدامك هنا لو رأيت إلى يكون عندي جذر الفعل أدامك هنا لازم نغير حرف أ إلى حرف صوتي رباعي حتى نقدر نصرفه هنا لو نظرت إلى حرف أ نروح للقاعدة التوفق الصوتي الرباعي راح تعطيني حرف إي تصبح يديور لكن هذا تصرف خاطئ لازم نشوف إلى الحرف الصوتي اللي قبله اللي هو أ فنروح للقاعدة التوفق الصوتي الرباعي تعطيني أ تصبح يديور يديور وليس يديور إذن لقنا أنه يكمك ويكمك لها نفس التصريف في الحاضر لهذا التفريق أين يكون في معنى الجملة مثلا نقول لك شماشر لار يكيوروم شماشر لار يكيوروم يعني أنا أنظف الملابس أو أغسل الملابس أو شماشر لار معناها الغسيل فهنا ليس معناها أنا أكسر الملابس واضحة أنه أنا أغسل الملابس أقول لك إليمي يكيوروم إليمي يكيوروم أنا أغسل يدي هذا بالنسبة للحاضر أما الماضي والمستقبل فيكون التصريف عادي يكون التفريق فمثلا عنا الماضي نشوف تركيبة الفعل عنا أول شيء جذر الفعل لهو يك زائد لاحقة الزمن الماضي دي أو تي هذا راح تشوفوا التفاصيل في الفيديو اللي راح في صندوق الوصف زائد حرف صوتي رباعي زائد لاحقة الضمير فنقول يكتم هذه بالنسبة للبان فنضع جذر الفعل يك زائد لاحقة الزمن الماضي تي راح تشوفوا لماذا تغيرت من دي إلى تي في الفيديو اللي راح في صندوق الوصف زائد حرف صوتي رباعي اللي هو أ يكت زائد لاحقة الضمير هنا قلت لكم بان اللي هي مي بان يكتم أنا هدمت سان يكتن او يكت بيز يكتك سيز يكتنز ان لار يكتلار أما بالنسبة للماضي في الفعل يكامك فنترك جذر الفعل يكا زائد لاحقة الزمن دي زائد حرف صوتي رباعي ا زائد لاحقة الضمير فنقول بان يكدم بان يكدم أنا غسلت لاحظتوا هنا لا يوجد أي تغيير لا نحذف حرف او نحوله إلى حرف صوتي رباعي هذه فقط بالنسبة للحاضر فنقول بان يكدم سان يكتن او يكتن بيز يكتك سيز يكتنز ان لار يكتلار اما المستقبل فنشوفوا تركيبة الفعل فيه جذر الفعل زائد حرف حماية هذه طبعا اذا انتهى بحرف صوتي زائد لاحقة الزمن المستقبل اللي هي اجاك او ايجاك زائد لاحقة الضمير وطبعا التفاصيل كامل تلقاها في الفيديو الخاص بالمستقبل فنقول يك بالنسبة لليكماك اللي هو الهدم نضع جذر الفعل يك زائد لا نضع حرف الحماية لانه لا يوجد حرف صوتي في جذر الفعل في اخر جذر الفعل زائد لاحقة الزمن المستقبل اجاك لانه انتهى بحرف ا زائد لاحقة الزمير فنقول انا سوف اهدم اما بالنسبة للفعل يكماك اللي هو الغسل فراح نضع حرف حماية بعد جذر الفعل انه انتهى بحرف صوتي اللي هو حرف ا اذا نضع جذر الفعل يكا زائد حرف الحماية زائد اجاك فنقول بان يكا يجام سان يكا يجاكسن او يكا يجاك بيزي كا يجاز سيزي كا يجاكسنز او يكا يجاك وفي الاخير راح نطيكم هذا الافعال الثلاثة اوينمك دمك يمك صرفوها مع ضمير او كتبوها اللي في تعليقات حتى نشوف اذا فهمت الدرس او لا اشتركوا في القناة